أشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بفوز فريق فيكتوريوس للقدرة بالمركز الأول في سباق 100 كيلومتر على كأس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجاء فوز فريق فيكتوريوس للقدرة عبر الفارسة شهد الأحمد التي قدمت مستويات لافتة وتفوقت على نخبة من الفرسان والفارسات هذا وأكد اسمو الشيخ ناصر بن حمد أن تحقيق إنجاز جديد للقدرة البحرينية يأتي امتدادا لسلسلة من النجاحات البارزة التي حققتها هذه الرياضة بفضل اهتمام ورعاية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ودعم جلالته الدائم لرياضات الفروسية مبينا سموه إلى أن هذا الدعم ساهم في تحقيق عدة إنجازات في الفترة الماضية والجميع ماضي لمضاعفتها خلال الفترة القادمة وأوضح سموه أن التألق البارز لفريق فيكتوريوس في المشاركات الخارجية دلالة على مكانة القدرة البحرينية وتواجدها القوي في كافة المشاركات والحرص الدائم على استمرار تحقيق الإنجازات مشيدا سموه بجهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المميز ومن جانبها أعربت الفارسة شهد الأحمد عن تقديرها وشكرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن دعم سموه الكبير للفريق وهو ما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز والوصول إلى المركز الأول بكل جدارة واستحقاق مبينة إلى أن دعم سموه أثمر عن تحقيق المركز الأول وأشارت شهد الأحمد أن السباق كان صعبا للغاية وشهد منافسة قوية على المركز الأولى وقالت لم تكن المنافسة على المركز الأولى سهلة ولكن دخلنا السباق بعزمة وإصرار ودعم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وأنا سعيد بتسجيل هذا الإنجاز وأقدم شكري إلى الجهاز الفني على جهوده الكبيرة